دكتور أم الليلة موضوعنا الفوبياز أو الرهاب النفسي والعنوين هي ما هو الرهاب النفسي وما أكثر أنواعه انتشاراً في منطقتنا وهل يمكن لرهاب الأماكن الضيقة أن يتسبب في بفاتك وأنت لا تعلم وما هي خطورة الرهاب الاجتماعي وكيف تسيطر عليه وحنان تأخذنا في جولة جديدة في الجم موسيقى مساء الخير بأغلب الزن يعاني كل الأشخاص حول العالم من خوف غير منطقة وغير مبرر على سبيل المثال الخوف من زيارة طبيب الأسنان الحمد لله مش من أطب الصحة العامة والخوف من المرتفعات بس لما بيوصل الموضوع لا يتعارض مع قدرتك على التصرف بحياتك بشكل طبيعي وبتبدأ تحدث نوبات الخوف هذه متزامنة مع قلق شديد هون نطلق على هذه الحالة الفوبيا أو الرهاب النفسي الخبر اللي بيفرح هو إنه هذا المرض ممكن معالجته والسيطر عليه والخبر اللي بيقلق هو إنه إذا ما تم السيطرة على هذه الفوبيا وخرج موضوعه عن السيطرة يمكن هون لازم تقول لحالك وبجدية إنه الوقت إجا هلأ للتدخل والمساعدة الطبية خلونا نتعرف على الفوبيا زي المختلفة وأسبابها بالتقرير التالي اشتركوا في القناة لكل شخص مخاوفه التي قد تسيطر عليه بدرجات متفاوتة ولكن إذا زادت درجة الخوف لتصل إلى حد الرعب المرضي فهذا هو ما نطلق عليه اسم الفوبيا الفوبيا؟ يعني نوع من أنواع النباتات؟ الخوف الفوبيا هي خوف من أي شيء ممكن الإنسان يشوفه بحياته نقطة ضعف هو خوف ويسيبه زي بانيك أتاك الخوف طبعا كل واحد أحيانا عنده خوف مثلا من الأماكن العالية خوف من أماكن ضيقة خوف من الأسانسير هي ناحية نفسية في الغالب تعود جذور الفوبيا لدى أي شخص إلى طفولته نتيجة تعرضه إلى إصابة أو وضعه في موقف مرتبط بنوع الفوبيا المصاب بها الفوبيا بشكل عام يكونوا تعرض مسلا لموقف معين بالغصب أمه أو أبوه غصبوه على الموقف ده من غير التعليم أو أنه هو يصاحب الشيء فيتعود عليه فيروح بإقبال نفسي أو يعني دافع ذاتي فبالتالي بيحصل عملية العقدة دي ما بعرف يمكن أني مرة سقطت من أنا صغيرة وكان عالي فظل عندي فوبيا يمكن كثير من نفسها أننا وصغار أنه واحد وقع من البراندا أو واحد وقع من السطح فبصير عنه هيك أنه استعداد نفسي أنه لا تقربي عليها حتى ما يكون يعني بالآخر ممكن تسقطي أو هيك شيء المثير للدهشة أن أنواع الفوبيا متباينة في مسببتها ولكل منها اسمها الخاص بها والمعالجون النفسيون صنفوا هذا المرض إلى أنواع ويمكن أن تتكون تجاه الحيوانات كالعناكب والقطاط أو الخوف من الطيران أو الخوف من المرتفعات أو فوبيا الظلام أو الخوف من الأشباح وكذلك فوبيا الزحام ورهاب الأماكن المغلقة والخوف من الجراثيم الجميع خاف ليس ببشر وكل بشر عادي لازم أن يخاف خاصة بعضهم عندهم خوف فعلا من المرتفعات ومن الظلمة أنا واحد منهم بخاف من الأماكن المرتفعة من بعض الحيوانات المتوحشة العناكب آه العناكب لعشان ما فيش فيها زار دي عناكب بالنسبة للفوبي أنا عندي حساسية من النحل وأنا بخاف من النحل ما في واحد ما بخاف من الطيارة وأنا واحد منهم بس طبعا واحد بيتغلب على خوف وبيطلع وبيسافر وبيروح وبيرجع كون أنت أخاف من المرتفعات بس الحمد لله تعدناها المرحلة هاي أعراضها غالبة ما تكون الخفقان السريع في دقات القلب تقلب في المعدة غثيان أشعور بالاختناق وحمرار الوجه التعرق الارتعاش الشديد والأعياء قلبك بهبط يعني فيك إن كانت فيدي حالك بسعب بحس حالي أنه خلاص مؤادرة يعني ما بدي شوف يمكن فضل يعني ابعد أتوتر أتوتر صعب فعلا أتوتر وممكن يرتفع يعني ضغط شوية يعني شغلت كثير في الإنسان في الحياة العادية بس في ناس بتعملهاش يعني بعض المرضى بهذا المرض باستطاعته بأن تعيش معه وهي النسبة الشائعة وذلك بتجنب المواقف أو الأجسام التي تسبب الخوف لهم الفوبيا تصيب ثلاثة من كل عشرة أشخاص حول العالم تبدأ أغلب الحالات في أواخر العقد الثاني وأوائل العقد الثاني من العمر ومن النادر نسبيا أن يبدأ المرض قبل سن العشرة ولكن العديد من الرجال يخشون الاعتراف بالخوف حتى لا تمس رجلتهم بشيء لا ما في أي خوف يعني بالنسبة لألي لا الحمد لله ما قلت بخير بشيء ربنا سبحانه وتعالى بس أنواع الفوبيا المختلفة تتشابه في أعراضها وتنغص على الكثيرين حياتهم أما العلاج فواحد للفوبيا أيا كان نوعها وهو نفسي في الأساس بعد نشاهدة هذا التقرير بتصوى صار عندكم صور أوضح عن الفوبيا وتنفيذكم أكثر استضفنا الدكتورة دولي حبال استشارية بتشخيص وعلاج الأمراض النفسية بمركز الخليج تخصصي لاتشاركنا بالدردش حول هذا الموضوع دكتورة أهلا سهلا فيك أهلا فيك دكتورة مرض الفوبيا خلال تجربتك العملية المهنية شو هي أكتر أنواع الفوبيا اللي ممكن تشوفيها بخلال التجابه عندك الأهي الفوبيا عادة تصنف لثلاث أنواع رئيسية عندك الخوف المحدد اللي هو هلأ هنه هي كل الفوبيا ستعتبر من أكثر الأمراض شيوعا بعد مرض الاكتئاب والزيد الاهتمام فيها بالسنوات الأخيرة واعترف الطب النفسي أنه هي حالات الفوبيا تعتبر شائعة جدا وكتير من الأشخاص بيعانوا من نوع فوبيا يعني عندك نوع الفوبيا رهاب المحدد أو فوبيا اللي هو خوف محدد من شيء معين مثل مثلا الأسانسور أو الخوف للتيارة أو كلوسروفوبيا الأماكن المغلقة هو خوف من شيء محدد عندك الخوف الاجتماعي يلي هو السوشال فوبيا يلي هو خوف من أنه الواحد يحكي أو يعبر أو إذا كانت بأمام مجموعة معينة هذا موضوع نتحدث فيه أكثر بجزء تاني وعندك الكمبلكس فوبيا اللي هي الفوبيا المعقدة لاحتوائها على كثير من المواقف وهي تسمى الرهاب الصح أو الأغورافوبيا اللي هي أكثر أصعب أنواع الفوبيا وهلأ من نوضحهم كلهم أبدا نفوت على الموضيع من هنا أكثر أشخاص اللي بينصاب هالمرض هي أكثر ناس معرضة لهالمرض هلأ في الرجال والنساء بس النساء هي معرضة أكثر مرتين من زيادة أكثر في سبب جيني هرموني ما في عامل واحد منفرد ما في عامل واحد منفرد مسؤول عن حدوث أي مرض نفسي إن كان الفوبيا أو الاكتئاب أو أي شيء تاني هي عبارة عن تفاعل بين عدة عوامل منها عندك الاستعداد البيولوجي المسبق يعني الناس بيكون عندهم استعداد بيولوجي أكثر من غيرهم وراسي أكثر من غيرهم لإصابتهم بمرض معين مثل الأمراض الجسدية وعندك كمان البيئة طريقة تنشئتهم اللشئتهم يعني إذا كانوا بيشوفوا لأنه الولاد كمان بيتأثروا كتير بأهلهم إذا بيشوفوا أهلهم من النوع اللي بيخافوا كتير وذي أوفرياكت وقته بيعملوا ردة فاعل بحالات معينة وقته بيشوفوا لنقول صرصور صغير أو شيء هالشي إذا الولد كان عنده استعداد البيولوجي بلس البيئة اللي حواليه هي هيدولي قادرين أنه يرسخوا مرض الفوبيا وممكن يكون مر بتجربة بس كلنا ممكن نمر بتجارب معينة هذا السيطرة إنه هال ممكن تجارب الماضي إذا عملتهم مشكلة خلقتهم نوع من الخوف إنه ممكن تخليه هذا الخوف هذا اللي كان يمكن يكون في بعض الأشخاص بيكون عندهم الخوف وبعض نوع من الكاركتر بس هل هي شدة الخوف هادي ممكن توصل إلى الفوبيا مع الوقت هلأ يعني داش فيه خط رفيع بين الفوبيا والخوف هلأ الخوف يعني الخوف مثلا إذا بيقلك أنا خوف إنه الواحد تنقول من كلب شرس أكيد هيدا أمر طبيعي خوف طبيعي ولكن إنك أنت تخاف من كل الكلاب حتى الكلاب الأليفة ويلي محجوزة وراء قطبان حديدية هيدا يعتبر ينصف أهم العقدي النفسية مش عقدي رهاب يلي هو خوف غير منطقي غير مبرر ما بيتناسب مع الموقف يلي بيصوروا المريض يعني خوف ملح والفوبيا عندما بيواجه الشخص الشيء المحدد المثير للخوف تنتابه نوبة هلأ نوبة بانيك أتاك اللي بتتميز بشعور بالإغماء شعور بالغثيين دقة قلب سريعة تعارلوا نتيجة كل الأدرنانيين اللي بينصب بجسم اللي بينصب بجسم هرمون fight or flight response أوكي دكتورة الأشخاص اللي عندهم فوبيا أبا مستعيل علاج تابعون تشخيصهم كيف بتنه؟ عندك عدة معايير لنقدر نحن نشخص إنه هيدا حالة مرادية خوف مرادية أو خوف طبيعي متل ما قلت لك أول شيء بدو يكون الشيء المثير يعني تنقول الأسانسور كلنا ممكن نخاف نطلع بأسانسور مخلوع ممكن يقشط فينا ولكن انت بتعرف المصعد إذا كان متين وما في شيء بيخوف ويطلعوا يعني متى ما بلش يتجنبوا الشيء اللي هني بيخافوا منه ويغير مجرى حياتهم يعني مثلا أنت تنقول شغلك بالطابق العشرين كل يوم بدت تطلع الدرج عشرين طابق بس مشين تتجنب تطلع بالأسانسور البانيك أفتاك تبع الأسانسور تبع إيه لأنه أنت بتنتابك هالنوبة الهلع عندما بتصادف أو بتواجه يعني المريض بيخلق أسباب حتى يتجنب الأسانسور أو بيكون عنده مشكلة مع الأسانسور يعني ممكن يكون واحد على الآن هو صغير بأسانسور إيه بس كتير الناس بتعلق بس ما بيتتطور عندهم لقوف مراضي يعني بترجع لشخصيت الإنسان طبعا أكيد لشخصيته للعوامل البيولوجية اللي حكينا مسبقا بس في دكتورة أشخاص عايشين ببيئة ممفتحة ما عندهم أهل بيشكم من هالمرض هيدا وبنفس الوقت بيعانهم هالمشكلة هادي كم من ترجمها عبد الواقع هادي ممكن تكون هون البيئة تعرض ل مثلا علق وطفول وتركت عنده صورة معينة أو يعني فيه أشخاص مثلا اضطروا أوقات يعلقوا يومين نحن منعف بلبنان تقطع الكهرباء كتير يعني فيه أنا بعض حكيم بالجامعة أنا عن الكهرباء زائري باللبنان مش شاكي بتقطع بعض حكيم أنا علق مرتين يومين دلوا بالجامعة يعني بالمستشفى وكان بجهها ما فيها ما بيستعملوا الناس يعني بالويك أنت بيبقى فاضي يومين ومن وقتها تعقد وصار بيطلع على الطوابق للي شوف المرادة بأكد أي شخص محله بيبقى يعني يومين منع قليل هنا في مشاطرة بالحياة بس ممكن شخص تاني تقطع تمرق بترجع كمان أنه شخصية الإنسان شخصية الإنسان وردة الفعل عنده ممكن تهيقه أنه يتجنب هالمرض أو يصير أو يغزي الأهل كمانا كتير بيأسروا يعني مثل ما قلتلك لو حتى في الخلقان الواحد بيعامل بيولوجي ويراسي مسبق نحنا قادرين يا نكبته لهالعامل يا نظهره بكيف نحنا نتعامل مع ولادنا يعني نحنا قادرين نقلق مخاوف أو نغزي المخاوف عند ولادنا كيف نتعاطى مثل إذا شفنا نقطة دم مثل الأم غبعة قلبة أو صرخت على أو دخيلكم خلنا نروح عند الحكيم خلنا نروح على المستشفى هيدولي كله عم نزرع له نحنا الخوف لأبننا وعم نغزيله يا إذا كان عنده استعداد وحتى لو كان عنده استعداد ونحنا تصرفنا بأنه معلش وما فيه شي وعرفت كيف قادر الولد يطلع منه هالشي طبع سبيل المساء بس قبل ما نقل السؤال الأخير نحنا يعني بعتقد في بعض العوائل في البيوت هني وصغار بحطوا النواصة بالبيت ضوء عساس أنه زفاء بالله للطفل ما يضرب رأسه أو يوقع مش غلط فهذه الحالة ممكن مع الوقت تخلق عنده نعم الفوبيا للطفل لا 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 أبدا ما بتخلق له فوبيا ما بدون تعودوا على الوقت أنه يشوف في ضوء مش يعني بيقدر الواحد يعني هو حطينه لهدف معين النواصة حطينا لهدف أنه الولد بس ممكن هدا ما تخلق عنده مع الوقت لا أنه تعمل له نوع من العادي والعادي هذه تصير إدمان العادي ممكن هو يتعود عليها بس ما عنده مشكل إزان طفل ضوء بس ما هذا تأثير على كبر؟ لا لا ما إلا عادي يعني صار عمره عشرين سنة وتعود أنه بسي فيه صارت عادي مش النوع يعني بس بيقدر يستغني عنه ما بتأثر لا من نوع من الفوبيا لا 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 إلا إذا هو عنده بده يضله شائق البيب ويدله يضله يضو الأدوبي وعنده خوف من الظلام هذا شي تاني يعني فيه عامل جيني وعامل اجتماعي اجتماعي اكيد بيئي اكيد والعامل الآخر يمكن لعب هالدور حتى يسي عنده الفوبيا المتكاملة تجربة معينة مرأة فيها طيب دكتورة كيف شوية نصائف ممكن تعطيها للعوائل أو الأشخاص اللي بتعاملوا مع ناس عندهم هالفوبيا أو مريض الفوبيا بيشكل خطر على حاله أو على غيره لا أكيد لا لأنه مرض الفوبيا منع شخص هو عنده إدراك وعنده مفهوم أنه عنده حالة مرادية يعني يعرف حالته أكيد عنده مفهوم طيب إذا هو مدرك على المشكلة بس مش قادر يطلع منه طيب إذا وجه المشكلة ممكن تنحل معه ما هو العلاج هو العلاج بالمواجهة اسمه العلاج اللي هو يعتبر من أنجح أسليب يعني يعني إذا أنا اليوم عندي خوف من الأسانسير كيف بدواجه الموضوع بيطلع بالأسانسير عشرين طابق مرة واحدة ولا بيطلعهم طابق لا ألا كيف هو العلاج السلوكي المعرفي ما إنه عبارة عن أنك أنت تعطي نصايح أو مواعز للشخص بالعكس هو عبارة عن استراتيجيات معينة تطبيقية أنت بتعلمها للشخص وهو يعني قصير الأمد يعني تتراوح بمدة العلاج تقريبا بين 15 و 20 جلسة حسب شدة شدة الحالة الفوبيا يعني لأنه في دي جريز أو سيفيرتي نعم وبيتضمن أهم شيء ليش اسمه علاج معرفة سلوكي أول شيء المعرفة اللي هي العلاقة بالمعارف يعني بطريقة تفكيره لأنه الشخص اللي بيخافت تير وعنده فوبيا طريقة تفكيره سلبية يعني دايما بيحسوا بحسابات يعني بيفكر بالسلبي وبيفكر بركي على الأسانسور بركي صار معه شيء بركي وقعت التجارة اللي احتمالي تصير يمكن شيء واحد بالمية فبيركز هو على الواحد على النيجاتيف على النيجاتيف بي دايما بيشوف النص الفارغ من الكوب وبينسى 99% إنه ما رح يصير له شيء فنحنا منخلي نظرته للأمور نظرته لهالموقف تكون نظر التحدي تحدي هو إيجابي تحدي لأنه إذا كانت نظر التهديد بيقدى هذا لتجنبه الموقف ولكن إذا كانت نظر التحدي بيتساعدوا هالشيء لأنه يواجه فالشق السلوكي ما هو عليهس سلوكي معرفة الشق السلوكي هو بالمواجهة المواجهة هي من لكل الأمراض الفوبيا بس ولكن في قوانين للمواجهة المواجهة مثل ما قلت بدأتكون أول شيء تدريجية يعني مثلا يعني بيكون فيه استراتيجية معينة دافل أول شيء شو بتعمل بتحط مثل يعني هرم للمواقف يلي بتثير الخوف عنده فمنبلش نحنا نواجه الموقف يلي تنقول إذا بيسبب له خوف من عشرة لمية عشرة بعدين منحط الموقف التاني يلي أكتر شوي يعني درجة الخوف اللي ممكن يصير عنده عشرين بعدين ثلاثين لنوصل لأكتر موقف ممكن يثير عنده الرعب ومنبلش بالموقف يلي هو أخفى الشيء تدريجيا مثلا نقول بالأسانسور نبلش بالطابق الأول هلأ إذا كان عنده حدا هو يساعده وقال له أنا كنتروح معه يعني نعمل منطلع على الطابق الأول مش بس متكررة القانون الثاني أو الرول الثاني للإكسبوجر للمواجه هي أنها بدأتكون مش بس متكررة لأنه أنت وقتها بتكررة يعني بيطلع تنقول عشرين مرة تلاتين مرة ليصير درجة الخوف يلي بيصيره وهيدا الطابق الأول من تسعين أو مية لتصير عشرة أو ما يكون في شيء فوقتها بيتكرر شو بيعمل الدماغ بيقلف هالمواقف فما بتعود تشكله هيدا العلاج أو علاج الفوبيا بشكل عام بيخلي الإنسان اللي عنده فوبيا يقضي على المرض نهائيا أو ما كانت تدريجي تحت الفوبيا أو ممكن يرجع مع الوقت نهائيا نهائيا يعني هناك مية بالمية مية بالمية عم أحسن من الإدوية هلأ فيه إذا كان كتير 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 شديد لدرجة الفوبيا ممكن أول شيء إذا كان كتير كتير قوية نستعين بطبيب نفسي يصف له دواء بس لا يساعده يقدر يواجه يعني شجعه يقدر يواجه لا تكون عنده ثقة بنفسه ما يكون عنده بانيك أتاك أو نو بيطلع وقته بيواجه دكتورة دولي تفضل بدي أعطيك لأنه بدنا نفوت نشوف حالة اليوم قبل ما كفح حوارنا خالي نشوف حالة اليوم يلي هي حالة واقعية لشخص عنده فوبيا من نوع السوشال فوبيا بنرجع من العقل الموضوع كثيرة هي المواقف التي تستدعي أحيانا التحدث أمام مجموعة من الناس إلا أن عددا من الناس يشعرون بالارتباك والرهبة عند التحدث أمام الجمهور خصوصا في اجتماعات العمل غانم الهاجري أحد هؤلاء الذين يهبون إلقاء الخطابات ويشعرون بالخجل لدى عرضهم موضوعا ما على الآخرين ما يخف عليك أني أنا أشعر بتوتر وخوف قبل أن أقف أمام الجمهور بدقائق تبدأ عند دقات القلب تكون أسرع ويبدأ يظهر عليه ممكن على جسدي بعض العلامات التوتر والنرفزة تبدأ بأخذ نفس وزهيق وزفير عدة مرات يجلس متوترا في الاجتماعات خوفا من أن يأتي دوره في الكلام فهو عاجز عن إلقاء أي خاطرة قصيرة أمام مسامع الناس أتهرب من أني أقف أمام مجموعة من الأفراد وألقي لهم خطبة أو ألقي لهم حتى عرض معين خصوصا في العمل أو كانت حتى في أيام فترة الدراسة كثير من مشاكله في العمل أو المنزل مثلا منشأها عدم فهم الآخرين لما يريد إيصاده لهم مما يؤثر على نفسيته ويعرقل عمله يقف أمام مسرح وعلى وشك أن يصاب بالسكتة قلبية فكل ما يتعرض لموقف يتحدث فيه أمام الجمهور يحاول أن لا يؤديه لأنه خايف في حين أن أفضل وسيلة لتصدي أي مشكلة هي مواجهتها ومحاولة التغلب عليها تشير معظم الدراسات إلى أن الخوف رقم واحد الذي يسيطر على الناس هو الخوف من التحدث أمام الجمهور إلا أن غانم يتمنى إبعاد شبح الخوف والارتباك عند التخاطب مع أي شخص دكتورة هذه كانت حالتنا اليوم وهذا بيخليني أسأل قديش خطورت هالفوبيا السوشال فوبيا السوشال فوبيا مع غانم بزي السوشال فوبيا ما بتخوف صراحة بس هني أشخاص بيتعذبوا لأنه بيقدروا يعبروا وما بيعبروا بيسكتوا والإنسان معروف وقتا بيسكوا جسمه بيحكي يعني بيحكي بصير عنده عوارد بطنه بيوجعوا معدته بتوجعوا وعنده وجع راس عنده مسل تنشن لأنه هني أشخاص عندهم خوف أنه ينتقدوا يعني ما بيعبروا ما بيحكوا ما بيواجهوا خوفا من الانتقاط خوفا من الإحراج هني دايما بيحبوا يتركوا انتباع حسن عند الأشخاص عند الآخرين يعني وبيضحوا يعني على حسابهم يعني يعني ممكن عنده تكون في عنده شغل تامي في ناس بيكون عندها بروموشن تتجنب بيكون عندهم ترقية بالشغل وبيخسروها لأنه بيخافوا بسبب الخوف تبعون فالخوف عم بيخليهم يخسروا كتير إشياء بحياتهم ومش نيك ممكن يصابوا بالاكتئاب نتيج كمرت سانوي من إلا نتيجة الخوف اللي عندهم يلي مسيطر على حياتهم وعم بيزعجهم كتير وهم مش قادرين وشو بيعملوا بيضلوا مني مضطر أنا روح وخاف وارجف وهيدا بيتهرب ونرجع نحنا منقول أنه هو العلاج بالمواجهة وفي شيء اسمه كمان يعني تمرنهم أنه يكون على تأكيد الزيت تأكيد الزيت أنه يعني يعني هو علاج مخصص للسوشالفوبيا طيب دكتورة هالحالة هاي دي كمان غير أنه عند الخوف مواجهة الناس أو هيك خطابات قدام العالم أو الأفكار السلبية ممكن تيعاني منها هل في نقص بالسعب النفس أكيد ما بيعدلون سعب نفسهم لأنه هني دايما بيشوفوا حالهم يعني ممكن يكون فيه عندنا شخص تالنت بس ما يقدر يفرض نظرته لحاله بيكون نظرة دونية يعني هو بيعتبر حاله أنه الناس شو بدا تفكر بكلامي الناس بتعتبرني شخص صخيف يعني دايما هالحوار الداخلي بيكون سلبي عن حاله هلا أكيد يعني الأهل هون بيلعبوا كتير دوري مهم بسبب بتغزية السوشالفوبيا يعني الأهل يلي بيقولوا لابنهم مثلا وقت الكبار بيحكوا لصغار بيسكتوا أو أنت فيشل أو أنت ما بتفهم أو أنت كل هيدول الأشياء بتصير بيحطة الولد بيحطه براسه بيكبر وبيكون هو مثلا شاطر كتير بالمدرسة بتلاقيه ما بيرفع أصبعه قادر يجاوب على الأسئلة قادر يعبر قادر يحكي كل هيدولي بيتجنبه بالحالة هيدلي عنا شو الخطوات اللي نحنا ممكن نتخذها لحتى نساعد الأشخاص اللي عندهم مشكلة السوشالفوبيا مثل ما قلت لك تأكيد الزيت هو مثل ترينينج بروجرام بيتضمن أنه بتعلمه أنه هو عنده حقوق معينة يعني نحنا منحطه بمواقف مثلا أو منستعرض معه مواقف معينة ومنقله كيف يتصرف فيها مثلا أول شي منعلمه أنه هو عنده الحق يقول لا إله الحق يرفض طلب غير معقول حتى من صديق إله حق يطالب بحقوقه إله حق يغير رأيه إله حق يستعيل بالآخرين أو يطلب المساعدة إله حق يعبر عن أراءه إن كانت سلبية أو إن كانت إيجابية إله حق يعبر عن وجهة نظره يعني هيدول الحقوق التأكيد الزيت كتير بيساعده لأنه هو يوجد خليه يدخل بمعترك الحياة بالمجتمع يصيري أحس حاله أنه هو جزء من هذا المجتمع هلأ بدأ تصير أكيد مثل ما قلت لك العلاج كمانا السلوك المعرفة هو بتضمن عدة جلسات كل جلسة مثلا هو مثلا بيروح على السوبر ماركت تنقول بده يغير شغلي أو راح على محل تيب بده اشترى شغلي وما قدر يعني محبة وبيستحي يروح يغيرها من علمه إنه يروح يغيرها يعني التأكيد الزيت إنه يعبر ويحكي شو بده هو بيكون بمطعم وإجي طلب أكل وإجي أكل منه مطبوخ إله حق هو يرجع يروح عند الماتر ويقل له بليز غير لي صحن أنا مش هيدا طلبته أو كان قاعد بالسينما والناس اتنين عم بيحكوا إله حق يقل له نعمله معروف إنه وطه سوق مش عم بيسمع أو وطه شوية راسكن مش عم بيقشع يعني تأكيد الزيت بتعلمه للشخص لأنه عندنا نحنا عنا ثلاث طرق للواحد كيف يتعامل مع الآخرين يعني يبدو يكون سلبي منقل له خاضع سبميسف هنه أشخاص الناس ما بتحبهم وهنه ما بيحبوا حالهم وعندك الأشخاص بالجهة التانية اللي هنه عدائيين وهجوميين وبيحاولوا إنه يسيطروا على الناس ويعطوا أوامر ويشوفوا حالهم هجوميين عدائيين نحنا لابدنا الشخصي لا يكون سلبي ولا يكون عدائي يكون أسيرتوف أسيرتوف يعني هو يأكد ذاته بطريقة لبقة ويعبر كل ما عبر هو عن حاله بيمبسط من حاله فهالشي بيعطي ساقة بنفسه وبيشجعوا إنه هو يتصرف على هالأساس مرة تانية وتالتة ورابعة حتى بالأخير يتخلص من الخوف قديش مدة العلاج؟ مش أقل من 3-4 تشهر وكل ما هو واجه كل ما هو واجه كل ما هو سرع بالعلاج العجانب للعلاج الطبي اللي حضرت كدكتورة بتقدميه شو المطلوب من العائلة والأصحاب؟ يشجعوا مثلا إذا إحنا عادة لأنه سوشيال فوبيا بتظهر بعمر صغير يعني مفروض الأهل إذا راحوا هني على مطعم يعلموا الليدون أنه يكونوا مستقلين هني يأخذوا قرارات يشاركوا بالقرارات أكيد مش عام نحكي عن القرارات مصرية مثلا شو بدك تأكل؟ أنت طلوب بدك ديليفوري أنت تلفن أنت حاسب عرفت كيف هالأشياء الصغيرة يعني شو رأيك ماما شو رأيك كيك؟ نشجعوا يحكي نشجعوا مش أنت سكوت أنت ما بتفهم يعني كل هالأشياء الإيجابية نزرعها براسه يعني أنا بشوف حالي فيك أنت بتفهم أنت يعني عمول هالشي نعطيه مسئوليات يخليه ساعد بقرارات يعني خلينا نشتغل عليه ليكون شخصية مستقلة شخصية بيقدر يأخذ قرارات لأنه الحياة ما فيهم ضلن أهلهم أوفر بروتكتف ويحموا للولد وهنا يختاروا عنه فهالشي بيخنقوا للولد وبيطلعوا ما عنده شخصية وبالتالي بيخاف يواجه دكتورة دولي حبار شكرا لوجودك معنا للمعلومات القيمة ياريت حالتنا أطول من هيك كما استفدنا أكتر وشاهدينينا بعض الفاصل مواضيع أكتر متعلقة بالفوبيا خليكم معنا أهلا فيكم من جديد الفوبيا مثل ما عرفنا مشكلة نفسية كبيرة ممكن تخرب حياتك وحياة اللي حواليك ومثل كده الأمراض في لها العديد من الأوجه والحالات تعرفنا مسبقا على الرهاب الاجتماعي وهلأ خلونا نتوقف مع نوع آخر مطير للألة وهو الكلاوستروفوبيا أو رهاب الأماكن الديئة خلونا نتابع سوا هل تشعر بالخوف من الأماكن المغلقة؟ أو من أن تجد نفسك في مساحة صغيرة لا يمكنك الخروج منها؟ إذن فأنت تعاني من رهاب الأماكن المغلقة هو الخوف من عدم وجود مهرب والاحتباس في الأماكن الصغيرة الضيقة وتصنف عادة على أنها طراب مرضي وكثيرا ما يؤدي إلى الذعر عندما تعبر فكرة التواجد في مكان ضيق في ذهن الشخص الذي يعاني رهاب الأماكن أو عندما يجد نفسه فعليا في وضع كهذا يشعر بألم شديد لدرجة الإصابة بنوبة ذعر مع زيادة في معادل ضربات القلب ويشار إلى أن رهاب الاحتجاز ليس خوفا بسيطا من أن يحتجز المرء في مكان مغلق بل قد يكون أكثر تعقيدا ليصل إلى الخوف من فقدان السيطرة على النفس والإغماء أو الاستغراق في بكاء شديد الكلستروفوبي يخشى ما قد يحدث له إذا ما أصبح الأمر يقتصر على منطقة ما وفي كثير من الأحيان يبدأ في الخوف من الاختناق معتبرا أنه قد يكون هناك نقص في الهواء الصحي في المنطقة التي يعتقد أنه محتجز بها حلع المصاعد هو الصورة المثلة والأكثر انتشارا لمرضى فوبيا الأماكن المغلقة فبالنسبة لهذه الفئة يعتبر المصعد مجرد قبر متحرك علاج مثل هذه الحالات ليس مستحيلا ولا يستغرق وقتا طويلا وفي معظم الأحيان يتم عن طريق الطبيب النفسي أعود سريعا من الفاصل لدكتور أم وهلأ مشاهدينا خلونا نشوف شو محضرتنا حنان في الجيم لليوم مرحبا مشاهدينا أنا موجودة اليوم معكم بالجيم بادي لاينز بباير كروتانا أبو ضبي واليوم فقرت الياضة بدكتور أم رح نحكي فيه عن بروغرام اسمه تاباتا هذا البروغرام اخترعه عالم ياباني اسمه إزومي تاباتا هو مبني شوي على تحريك الدورة الدموية وبيعلي دقات القلب ويخلي الإنسان يعمل حركة كارديو ممكن يدخل فيها ويت شوي بس يخليه يحرق سعرات حرارية كتير عالية ويحرق دهون ليش؟ هايدي الجولة هي مبنية على بس أربع دقايق نحنا رح نعمل حركة سريعة لمدة عشرين ثانية ونرتاح عشر ثواني نعمل ثمان جولات هادولي بيعملوا أربع دقايق بالحال نحنا بنرفع دقات القلب ومنزلها بهالطريقة هايدي اللي بيصير إنه بيصير فيه نقص بالأكسجن بالجسم وهيدا اللي اخترعوا العالم الياباني إنه عمل نقص بالأكسجن لما نحنا بنقص الأكسجن عمنا نحنا عم نتمرن بروح الجسم بكسر الدهون ليقدر ياخد أنجي فاللي نحنا رح نعمل اليوم رح نساعد المشاهدين إنه كيف يجوا على الجيم ويقدوا قصر وقت ممكن يعني بدل ما يقدوا مثلا عشرين ديئة ثلاثين ديئة أو ساعة حتى مرات على ترادميل وما يستفيدوا هيك بيقدروا بخلال أربع دقايق بس أو ثمان دقايق بس يعملوا هاي الحركات يحسوا بجهد يعلوا دقات قلبهم يستفيدوا من التماريني أو عضلاتهم وهلا رأنتوا رح تشوفوا أنا قدير رح أتعب بهالثمان جولات هادول مع أنه أنا مدربة رياضة فتخيلوا أنتوا قداموا كنت تستفيدوا بهذه الحركات هلا رح فرجيكم الحركات شغية رح نعملها مع بعض أول حركة رح نعملها من بين الأربع حركات هي السكوات نفتح جاينا هيكي شوي أعرض من الحود وملايزم نعمل نحنا نقعد لتحت بس أهم الشي أنه ما نقلب الكامل لأدلين اللي منعملوا أنه نتخيل أنه في كرسي ورانا أو حتى فعلا فينا نحط بنش ورانا ولازم نقعد بها طريقة هايدي لورا كل اللي منعملوا أنه مننزل بعدد ثلاثة ومنطلع واحد 3, 2, 1 and up نحنا هايدي الحركة رح نعمل منا عشر مرات أو ما يوازي عشرين ثانية رح نرجع نرتاح لعشر ثواني الحركة الثانية رح نستعمل فيها أنا دامبلز أكيد أنتو فيكم تنقل وازن مناسب لألكم بس لازم دايما نعمل جهد يعني منق وازن كتير خفيف هاي دول الدامبلز أنا بمسيكهم به الطريقة هايدي أوكي أنا لازم إنزل 3, 2, 1 قدمة فيها لتحت بيطلق صدري مفتوح وكتافي لورا برجع بطلع الويت لفوق اللي لازم ننتبه له كتير منيح إنو أنا وعم بطلع بستعمل قوة جسمي كله أنا وعم بطلع يعني ما بطلع لفوق برجع بعدين برفع الوزن لا من أنا وتحت بستعمل عضلات معك ممنتم up and down بها الطريقة هاي هاي تاني حركة تالت حركة اسمها بلايولانجز خلق فيه طبعا طريقة متوسطة وطريقة أدفانس أنا رح أعمل الطريقة الأدفانس بس فرجيكم شو طريقة متوسطة للناس المبلشين جديد البلايولانجز نفتح حجرينه على قد الحوض هاي دي اللانج واللي بدنا نعمله إنو بدنا ننط من لانج لا لانج هلا إذا انتم مبلشين جديد down and down بها الطريقة هاي مننزل فينا دقارك بتنا اصابدنا and other one هاي طريقة شوي سهلة والحركة الرابعة والأخيرة بها الدورة هاي دي بدنا ننزل على الأرض ونشغل عضلات المعدة وعضلات الأوبليكس الموجودين على الجنل نمسك الدمبل بها الطريقة هاي إذا بدكم ترفعوا جريكم الميح otherwise فيون يكونوا تحت برجع ضهري لورا وبالوزن بروح شمال اليمين أهم شي نتذكر إنه بدنا عم نتدفث ومثل ما لاحظتوا قراد يصار فيه oxygen deficiency أو ناقص بالأكسجين لعمل حركة سريعة هل هم الأربع حركات ومثل ما قلت لكم ها أعمل كل حركة تقريبا عشرين ثانية أو ما يعادل عشر repetitions ومن بعدها بفتح عشر ثواني وبكرر هاي دي الدورة مرتين هيك بيكون مدة ستمرين أربع دقايب موسيقى موسيقى إذا المشاهدين التمرين تبعي رح يبلش هلا ومثل ما قلت لكم رح أعمل هاي دي الأربع حركات كل حركة عشرين ثانية حركة سريعة وبرجع عشر ثواني لها بس أنا اليوم عشان ما عندي تايمير رح أعمل عشر مرات من كل حركة اللي تقريبا بيزاووا تقريبا عشرين ثانية بس إذا 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 عندكم تايمير حطوا تايمير على عشرين ثانية بالضبط أربع حركات وبرجع بكرر الجولة مرة تانية هيك بيكون تمريني بس أربع دقايب رح بلش بأول حركة اللي هي السكواد بحعمله عشر مرات موسيقى صعب عشرة هاي عشرة سكواد نرتاح عشر ثواني وبهالوقت هيدا منجهز للحركة التانية نرفع الوزن بهالطريقة هاي منخلي صدرنا مرفوع ظهرنا جالب خلصوا العشر ثواني كمان عشر حركات وقت الاخر يمكان شوي اطور من عشر ثانية بس عشر حركات ولازم كتير تنتبهو لنفس طبعاكن هلا بلش الدقات قلبي تعلي شوي نفسي بلش يتعب عشر ثواني رح نرجع نعمل بلايو لنجز عشر مرات two three four five six seven eight ten هيدولي عشر بلايو لنجز عشر ثواني رياحة في هالوقت بنزل لتحت هاي اسمه سركت بدمسوك الوزن one two three four five six seven eight nine ten هاي خلصت اول جولة برتاح عشر ثواني برجع بلش بالجولة التانية three two one go one two three four five six seven eight nine ten عشر ثواني رياحة جهز للحركة التانية متل ما لتلكون فيكو تنقل وزن لانتم مرتاحين فيه three two one one two three four five كتير مهم معدتنا تظلة مشتودة six seven eight nine ten بلا شوي صعب التمرين تعلى دقات قلبي يا ناس الاكسجين عندي هدا هو الهدف هلا بلايو لنجز اغان عشرة one two three four five six seven eight nine ten عشرة سوي هنا رياحة بنزل لتحت بلا شوي صعب التمرين ten nine eight seven six five four three two one خلصت الجولة بدتها كانت بس اربعة دقائية ثمان جولات تمرنت فيهم عشرين ثانية وارتحت فيهم عشرة سواني بيت التمرين وهلا ماذا تنفس هيدا باس عشان ترجيكم هيدا نظام التباطة اللي مبني على تعليت دقات القلب بطريقة سريعة وطوطية هالشي بخلي انه الانسان يحرق سعرات حرارية اكتر ويحرق دهون ويصيف عنده نقص بالاكسجين مثل ما انتو شايفين باربع دايق باس ممكن تستفيدوا اكتر من اربعين دقيقة ماشي على التردمل فعلى البديئة منكن انه تنقوا اربع حركات انتو بتحبوها او حركتين ودالكن تعاودوا يعني ممارستها بالجيم ممكن تكون حركتين اسهل من هدولي او اربع حركات او ست حركات اللي مطلوب منكن ان تعملوا قد ما فيكن جهد بالحركة ترسيحوا عشر ثواني انتو جاع تعيدوا الكرة لثمان جولات عشر جولات وهيك بيكون انتهى التمرين لليوم وانا بشوفكم بالحلقة الجاي من دكتور ام باي موسيقى صلنا مشاهدين على اخر فقرة من دكتور ام واللي خصصناها لأسألتكن والسؤال الاول هو دكتور انا دلوتي انا عايز اعرف يعني اي 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 ازاي اعرف ان انا عندي مشكلة دلوتي مع الطام يعني ايه الاعراض اللي ممكن اشوفها كده عشان اعرف المشكلة دي وازاي حلها طبعا اذا في اترابات بالاكل نتيجة استرس المرحلة بتكون مرحلة بريوديك يعني مرحلة معينة ممكن من خلالها الانسان يتجاوب مع استرس اما يأكل بشراها او بنهامة او ممكن انه يتوقف على الاكل فترة زمنية معينة ولكن هذا مربوط بوقت معين او مربوط بحالة معينة بينما اللي عندهم اترابات بالاكل مثل بوليميا نيرووزا او مثل اوركسيا نيرووزا هايدي شغلة كرونيك يعني شغلة مزمنة وهيدي بتطلب المتابعة من الطبيب الباطنية او الطبيب العائلة او الطبيب الصحة العامة الى جانب طبيب التغذية والطبيب النفسي اي نعم اللي طباء ممكن ازور لما يكون عدي مشكلة في الاكل طبيب عام والاخصائي تغذية فانا يعني حبيت انك تجاوب عليه في السؤال طبعا بداية الزيارة الاولى هي للطبيب العام او طبيب العائلة او طبيب الانتن الماديسن طبيب الباطني لحتى يحدد مأهية المرض والفحص السريري بطلب فحص سريري بطلب تقييم عام للشخص ومنها وبناء على المستندات اللي ممكن يعطينا هي الفحصات الفحصات الطبية الشاملة نقدر ساعتها هنحدد الشخص اللي ممكن نوجهه اذا نوجهه لطبيب تغذية او طبيب نفسي ولكن بشكل عام بشكل عام بيطلب جهد او فريق تيم ويرك مألف من ثلاثة كاترة الطبيب النفسي طبيب التغذية والطبيب العام او طبيب الصحة العائلة او طبيب الباطنية شكرا لمتابعتكم لدكتور ام وما تنسوا تراسطونا على العنوانة الالكتروني دكتور ام ات دي ام داش تي في دوت تي في وكاميرا برنامج رح تتكفل بتوصيل كل الاسئلة اللي بنتمنى نجاوبكم عليها بافضل فايدة وتبقوا على طول بصحة بنيحة مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة